هل هي بداية الانفجار؟ أسوات المتظاهرين في العديد من المناطق الليبية ارتفعت من جديد رفضاً للأوضاع السياسية والمعيشية والخدمية الصعبة حيث وصل الغضب بهم إلى إحراق مبنى البرلمان في طبرق رسالة تشير بوضوح إلى انسداد سياسي حاصل يسيطر فيه اللواء المتقاعد خليفة حفتر شرقاً ويسير وزير الداخلية السابق في حكومة الوحدة فتح بشاغا حكومته في طبرق شرقاً أيضاً في حين قرر رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دولياً عبد الحميد دبيبة البقاء في السلطة غرباً حتى تنظيم انتخابات جديدة ومع تهديد المتظاهرين بتصعيد الاحتجاجات والاعتصامات حتى تعلن جميع الكيانات السياسية الحاكمة استقالتها يبدو أن تلك النخب لا تملك خارطة طريق واضحة للحل من جانبه أكد رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد دبيبة ألا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات مستدركاً بالقول بأن الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الليبيون جيداً على المستوى الأمي رأت المستشارة الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز أن الاحتجاجات دعوة صريحة للطبقة السياسية لتنحية خلافاتها وأجراء الانتخابات التي يريدها الشعب الليبي بينما دعا الاتحاد الأوروبي وأمريكا الفرقاء الليبيين إلى إنهاء الجمود السياسي والحوار لرسم معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي ذاك الذي يلبي طموحات المتظاهرين أصوات يرى محللون سياسيون أنها يمكن أن تجبر البعثة الأممية والأطراف الليبية والدولية على التفكير بحلول بديلة تنهي الصراع الجاري حيث أن الاختلاف واضح بين المظاهرات السابقة والحالية التي لم تخرج في طرابلس وحدها بل امتدت إلى طبرق وبنغازي وغيرها من المدن في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر ومجلس النواب